يقول إمام أحمد العلم لا يعدله شيء إن صحت النية قال وكيف تصح النية؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أن ينوي رفع إذن يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره وزاد بعض أهل العلم وأن يدعو إليه ويعمل به يعني يرفع الجهل عن نفسه يرفع الجهل عن غيره يدعو إلى هذا العلم ويعمل به بذلك تصح نية طلب العلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم قرئ القرآن أو العالم في رواية فيذكره الله بنعمه عليه فيقول ماذا فعلت بها؟ قال قرأت فيك القرآن وقرأت فيقال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل فالقصد إذن أن طلب العلم فيه من الفضل الشيء العظيم وإخلاص النية شرط في قبول الله تبارك وتعالي هذا العلم وإثابة الناس عليه بدل أن يعذبوا بهذا العلم ويكون حجة عليهم أعاذنا الله وإياكنا من ذلك ترجمة نانسي قنقر